مجلس النواب المحترمين ليه معدلش قانون اسقط الجنسية عن كل الارهابيين اللي بره حتى لو كان جوه ايه اللي منعني من ده يعني اذا دول الغربية بتقوم بهذه الاجراءات ولا حد بيكلم عليهم ابدا ليه انا ما اخدش وانا اتكلمت المناسبة يوم الاربع في الموضوع ده اتكلمت يوم الاربع واتكلم النهاردة لحد واتكلم ان شاء الله بكرة واتكلم بعده واتكلم كل يوم لحد مجلس النواب ما يعمل قانون سحب الجنسية من الارهابيين هؤلاء انا بقول لك اهو انا بقول لحضرتك اهو ليه بعمل كده هل هؤلاء هل هؤلاء بيتأمروا الاجابة نعم خونا الاجابة نعمين تلاتة بيحردوا وشركاء في جرائم ارهابية حصلت في بلدي وشهداء بسبب ما قاموا به من افعال وجرائم ارهابية وتحريض علني اقتل اضرب اختع الرقاب فجر ايه مش قالوا كده كانوا بيقولوا كده مش صح كلهم قالوا كده لا يسعق هذا ان انا اتحرك البرامان المصري بتعديل تشريع عاجل وعاجل وعاجل وليس آجل باسقاط الجنسية عن كل من يتآمر ضد بلدي وتركيا تشربهم وقطر تشربهم واللي قاعد في برطانيا تشربه واللي قاعد في الجزائر تشربه واللي قاعد في تونس تشربه واللي قاعد في امريكا تشربه واللي قاعد في اي دولة تشربه يشربوه اللي قات في ماليزيا بالسلامة ولقات في إيران بالسلامتين ثلاثة أربعة تاني بقول ثلاثة أربعة خمسة ولقات في طاليا ولقات في فرنسا ولقات في أسبانيا يشربوه إذا هو قد نفسه حق يسقط جنسية عن واحد إرهابي حتى لو لم يرتكب عمل إرهابي إنه مجرد الانتماء طب أنا ارتكب عمليات كلهم على فكرة ما في واحدة لقدامكم لم يشارك في عمليات إرهابية بالتحريط العلني قولا وفعلا والتمويل يعني كل دول شركاء في الدم شركاء في جرائم إرهابية وشركاء في ماجرة على أرض مصر من عمليات اغتيالات وشهداء وبنسبة يوم الشهيد بعد بكرة كل دول شركاء كل دول إديهم لطخة بالدم كلهم لا تستثن منهم ولا واحد لماذا لا نتحرك كبرلمان أقوم بتشريع بالمناسبة أهم تشريع نقدر نعمله دلوقتي وعندوك أهو اللي بيحصل بين السراليا وبين الزيلاندا وعندوك أهو الدول الأوروبية بتعمل إيه وعندوك بالمناسبة أمريكا وعندوك الدنيا كلها وعندي ولا يعنيني دول ولا دول يعنين أنا يعنيني بلدي إن أنا بقول للدنيا كلها أيها بسقط الجنسية عن الإرهابيين الخونا محمد ناصر معتز زوبع معتز إيه مطر والواد اللي اسمه زوبع ده حمزة والواد اللي اسمه أحمد سمير واسمه عبدالسموه اسموه الواد ممدوح اسمعيل ده وفي طبعاًànhائيل مش عارف اسمههم والواد شومان وايمة النور والواد بتاع الإخوان بتاع إسكندرية ده اسموه ايه اسموه ايه هلسم ده والواد اللهبة اللي اللي اسمه والواد الوت والواد الثاني اللي اسمه الشام والله فيه ده اسموهية والإرهابي واغد غنيم ده واغد غنيم ده حرّط حرّط علي أنا شخصياً شخصياً حرّط علي في الفين واربعتاشر وخمستاشر وما زال لحد النهاردة بيحرض على اغتيالي الإرهاب واجد غنيم بالإسم على فكرة بالإسم بتحدث بالإسم وكل دول كل دول كلهم فيه طبعا عيال من قدام لدول مش عارف أسمائهم والوادر خاين الحرامي محمد علي كل دول خونا كل هؤلاء خونا وجباء على فكرة أنا مش عايز حد منهم يجي أنا بقولك على هوا مش عايز حد يجي مصر مش عايز ولا حد وانت عايز خاين ليه يرجع مش عايزوا جيت راحة ليه مش محتاجوا والله ما محتاجوا مش قدر السعيدة بيهم خليها عندهم عبود الزمر مش عندهم طرق الزمر عندهم إرهابي خليه عاصم عام ماجد إرهابي مش موجود هناك أحمد منصور إرهابي هناك لوقت العيال بتوع القناة الجزيرة دول اسمهم ايه مش عارف أسمائهم والله خليهم عندهم ونسقط عنه الجنسية وابن الإرهابي قارضاوي أسقط عنه الجنسية عبد الرحمن يوسف في قائمة التركية وانا محتاجة حد منهم يبقى ولا منه شي خلص عريه زي ما أنا بعريه اسقاط الجنسية عن كل من خان كل من تأمر كل من حرض على كذا وكذا كل من انتمل تنظيم إرهابي وكلهم ضمن تنظيم الإرهابي على قوام الإرهاب وعلى قوام والكيانات الإرهابية وفلوسهم متحفظ عليها ومالهم متحفظ عليها بأحكام بأحكام إيه لنا أصل تاني والودي الخال اسمه محمد شومان ده والودي التاني اسمه ايه ده اللي كنت أعرض له حاجة من كم يوم اسمه ايه ده اسمه اسمه ايه الودي العمال اللي بيتخاني معهم على فلوس اه العمدة اسمه ايه ياسر العمدة الودي ماهو ده إرهابي وعليه أحكام كل دول على فكرة عندهم عليهم أحكام كلهم كلهم عليهم أحكام فيهم ناس عليها إعدام فمجلس النواب أرجوكو أولوية أولى تعديل واسقاط الجنسية ما أسخطنا الجنسية عنا خينة واحدة خينة قعدة في هربانة في تركيا أسخطنا عنها جنسية ما خينة ما الخين لازم يتعمل معاك كده وتعامل بهذه الطريقة والدول بتعمل كده النهاردة ترجمة نانسي قنقر